بعد ساعات قليلة من تعيينه في منصب رئيس الوزراء الليبي، أطلق فتح باشاغا جملة من التعاهدات، أبرزها إجراء الانتخابات وإتمام المصالح الوطنية. باشاغا الذي كان وزير داخلية في حكومة الوفاق، أكد التزامه بخارطة الطريق التي أقرها البرلمان الليبي، وذلك لإجراء انتخابات نزيهة وشاملة في موعد أقصى 14 شهرا. وأوضح باشاغا في مقارن بصحيفة واشنطن تايمز أن ملف الانتخابات يعد أولوية بالنسبة له، كما سيعالج كافة الصعوبات الأمنية وأي مخاوف أخرى تتعلق بالانتخابات لمنح الليبيين والعالم ثقة في مزاقية النتائج. كما أكد باشاغا على أهمية المصالح الوطنية لضمان نجاح العملية الانتخابية وتشكيل حكومة تكون مسؤولة أمام جميع الليبيين، مشيرا إلى أنه سيتقدم بتشكيلة الحكومة الجديدة خلال أسبوعين لدعم الشعب الليبي في سعي لمستقبل واعد ولبناء دولة مستقرة وآمنة وفق تعبيره. المسؤول الليبي تعاهد كذلك بالعمل لضمان حياة أفضل للليبيين الذين ما زالوا يكافحون لتأمين حقوقهم الأساسية وبناء دولة تحترم جميع مواطنيها وتوفر لهم فرصا لائقة. وعين فتح باشاغا رئيسا للوزراء بعد موافقة مجلس النواب الليبي بالإجماع التوليه المنصب الذي جرد من عبد الحميد اليدبيبة الراف التسليم السلطة إلا لحكومة المنتخبة.